أعلن الصحفي أحمد ماهر يوم أمس إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من الاثنين القادم وقال الصحفي أحمد ماهر في صفحته على الفيسبوك إنه تم إلغاء رابع جلسة حددها وحددت له المحكمة ما يؤكد أن قضيته سياسية واعتبر ماهر المحاكمة أبسط الحقوق مشيرا إلى تعرضه لعمليات تعذيب في الوقت الذي تم تلفيق التهم ضده بسبب مواقفه السياسية وأشار ماهر إلى أن هناك جهات تريد إبقاءه في الإخفاء القسري لأطول مدة وقال إن الإضراب والموت جوعا أشرف له من الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له